أطلقت قوات الأمن السودانية في الخرطوم اليوم أصلغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين لبوا دعوة إلى مسيرة انتجاه القصر الرئاسي في اليوم السابع من حركة احتجاج كبيرة ويشهد السودان احتجاجات في عدد من مدنه بدأت في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي